السلام عليكم اشتركوا في القناة 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 او باليتوس كانغريخو و نعمل هذا الريمولاتشا او البربا و نعمل الزيتون و نعمل طبقات من الخضروات و نجعل طبق و نعمل كمية التونة و نعمل المايونيز هذا هو الشكل و نزيد كمية الجبن وهو اختياري و لا يمكنك تناوله لا الجبن و لا المايونيز فكيف ما قلت لكم تصغنوا لما تقدروا انتم تناولهم او عندكم حساسيا و تعملوا الاشياء اللي تعجبكم كناخد بطاطة اخرى كنحيد للورق كن قطع كيف ما قلت لكم و كن معسا شويا بعد ما نضيف لها رشة من الملح و رشة من الفلفل و كمية من الجبن و كن نهرصه أو نمع عصا شوية من بعد نجيب الورق الالمونيو اللي طابت فيه و نعود نرجعه في هيدا باش يجي المنظر دياله مزيون و في نفس الوقت و بحل يزيره باش تشبر الحشوة من فوق دياله و كم دا نعمل طبقات من الخضروات اللي شاركت معكم سوف ينصمر بنفس الطريقة حتى نسالي الحبات ديال البطاطس اللي عندي كاملين فهدل اثناء كانوا عندي الاجنحة ديالي ديال الدجاج كيطيبو في الفرن على ما نسالي انا نحشي البطاطا ديالي غادي يكون ديك الاجنحة طابو فهدل الوجبة اخواتي سهلة و سريعة و الديدة غادي تعجبكم و نوعا ما صحية يعني تقدروا تعملوا الخضروات انتوما الحاجة اللي صحية كاملة و تستغنوا مثلا على الجوبن او المهم اللي بغيتوا اخواتي وهيدين بدلوا شوية ما بقوش غير الفطائر الفطائر عندي هنا الاجنحة ديالي صافي تحمروا طابو فما ياخدوش اخواتي بزاف ديال الوقت و بلا ما كنغطيهم بلا والو بش كيتحمروا و كيتطيبو في نفس الوقت انا هنا عندي غير هاد طبق اللي غادي نقدم فيه لكن عندكم ديك السينيات اللي كيكونوا طوالين ديال انسالاداس او ديال شلادة او سلطاس فكيجيوا الشكل دياله مرائع جدا انا عندي غير هادا غادي نستعمله كنعمل ديك الخص في القاعد ديال الطبق ديالي و كذلك ديك القدروات ديال اللي استعملنا في الحشوة ديال البطاطا اذا شطتلكم حتى هو كنعمله من فوق دياله و كننزل لحبات ديال البطاطس ديالي على هاد الشكل هادا فهد الوجبة تصلح في رمضان تصلح في الصيفية يعني في الصيف ان شاء الله كتجي رائعة خفيفة و الديداء طبعا وهنايا غادي ناخد هاد الاجنحة ديال الدجاج و غادي نعملون فسط الطبق ديالي يعني لي التزيين مهم ثوما قدموا الطبق ديالكم كيف مبغيتو اخواتي فبالنسبا هاد البطاطس او بطاطا اصادة كيف كنقولول احنا في اسبانيا هنا يكن بزاف ديال الاخوات بغوني نتقسمه معاهم و انا كنت كيف ما اصبق لي وتكرس معاكم كنت نزلتها في الاوائل ديال الفيديوهات ديالي و كنت كل مرة كنقول ان شاء الله غادي نعاود الوصفة و مكتبش دبا عاد كتاب يعني تشهيتها للفطور و قلت علاش لله انتقسمه معاكم يعطيكم فكرة مثلا شيني تحضروه للفطور ديال اليوم نتمنى يا ربي الاقتراح والفيديو اليوم يكون اعجبكم اذا اعجبكم ما تنسونيش كيف ما العادة باللايكات ديالكم والتعليق الجميلة اللي كتتركوا لي كتشجعوني بيهم و كده اللي تريبرتاجوا الفيديو مع الاحباب والاصدقاء ديالكم صافي ندربكم موعيد حتى الفيديو اللي مجي ان شاء الله تهلا وليفرسكم بزاف و بسلام اشتركوا في القناة